في أول دراسة من نوعها عن حجم تهريب الأسلحة من اليمن ذكرت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أن أسلحة قدمتها إيران للحوظيين في اليمن يجري تهربها عن طريق شبكات عبر خليج عدن لتصل إلى فصائل إرهابية في الصومال المبادرة استندت في تقريرها إلى بيانات أكثر من أربعمائة قطعة سلاح جرى توثيقها في ثلاثة عشر موقعا بأنحاء الصومال على مدى ثمانية أشهر ومخزونات من ثلاثة عشر قاربا اعترضتها سفن عسكرية وتقول المبادرة وهي منظمة بحثية مقرها جنيف أن هناك دلة كثيرة تشير إلى أن تلك الإمدادات من إيران رغما في طهران أي ضلوع لها في تهريب الأسلحة للحوظيين وبحسب الدراسة لم يتمكن المحققون من توثيق مشتري وبائعي الأسلحة توثيقا كاملا لكنها أوضح حتى أن الإشارات على الأسلحة تشمل أرقاما متسلسلة قريبة جدا من بعضها البعض مما يوحي بأنها جزء من الشحنة ذاتها بالإضافة إلى معلومات من أنظمة الملاحة عبر الأقمر الصناعية عن التي تمت مصادرتها ومعلومات مخابرتية من عصابات التهريب ويشير التقرير إلى أن أحد القوارب التي كانت تحمل أسلحة والذي صادرت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية كان به نظام تحديد المواقع العالمي جي بي اس عليه أماكن مخزنة في إيران وجنوب اليمن والصومال هذا ولم يعلق الحوثيون حتى الآن على فحو التقرير كما لم تنفي الحكومة الإيرانية ما ورد فيه لكن طيران سبق وأنفت مراراً أي مشاركة لها في عمليات تهريب الأسلحة إلى اليمن حيث لاقى عشرة الألاف حطفهم فالحرب المستعرة هناك منذ ست سنوات ترجمة نانسي قنقر